مساءكم سعيد عدنا والعود أحمد والعود أحمد ونطل عليكم للمرة الثانية خلال هذا اليوم الذي نتمنى أن يكون فاتحة خير على جميع الشيوخ الطربي والتعليم الذين توظفوا بالسلم السابع أو بالسلم الثامن وتقاعدوا التصاعدين من 2003 لما تميه 2011 ولما لا ألفين وجوج 2001 و2000 حتى لا يكون أكثر إنصافاً فكل معلم سابق توظف بالسابع أو بالثامن وكان ضحية من ضحايا النظام الأساسي من 1985 على علاته وعلى النظام الثالثين الثلاثة على زلاته وتراجعاته في المكاسب لن نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولن ننسى أبداً 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 الشرفاء والشريفات أصحاب الأياد النظيفة التي لا تمد إلى المال العام المؤتمن عليه فعلاً الذي ضيع الحقوق الأول شيء هو الإجدهادات الخاطئة والتأويلات الخاطئة للبعض سواء النصائص لبعض لإداريين أو بعض النقابين للتأويلات الخاطئة هي التي تضيع الحقوق للأساتذة المحترمين والأستاذات المحترمة متقاعدين ومتقاعدات مزاوين ومتزاوين ومتزاوينات ولم تقاعد رهد بيت قاعد ودهب تهواء يشرب من نفس الكأس إذن الذي يجعلني أصر وأستمر وأداوم يومياً ومنذ سنتين ولن يستثنيني شيء ولن يزعجني شيء ولن يقف أمامي أي هاجز مانع من أجل استكمال هذه المحطات النضالية وهذا النضال المستمت اليومي حتى ننصف أو نموت دون ذلك ننصف أو نموت دون ذلك لأن فعلاً حجم الضرار وحجم الحيف وحجم الحقرة خصصاً من تطرف الخبائية هذه الملفات كيفية تعالجة وكيفية بعض الفئات المحدودة التي استبدأت أكثر من مرة استبدأت أكثر من مرة خصصاً من هذه المادة وكيفية سنوات الإعتبارية التي جاءت من أجل المستضعفين المقهورين المهضومي الحقوق المؤلمين السابقين سنوات سنوات وكيفية من نيتهم العمال المضني والعمال والعطاء اللي اعطاه هذو الأوائل اللي في الأخير تقسعوا وفي الأخير قاعدوا بمعاشات هزيلة معاشات لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجرى معلمين كانوا من خيرة المعلمين هم اللي ابنوا جميع هذه الأجيال اللي تتشوفت جميع هذو اللي تخرجوا اللي هم الآن تسيروا مقارد الأمور اللي في مراكز قراروا لمراكز كبيرة هذو هم اللي تتلمدوا على إيديهم في آخر المطاف تتقاعدوا بمعاشات لا تصلوا إلا 2500 درم بعض الشيوخ وأفاضل وحتى الاستراحة لا يمكن أن يخرجهم الاستراحة يمكن أن يوزع عليه معامل أثناء الاستراحة وخرج أجيال الذهبية فعلا خرج أجيال أعطاء وحد العطاء وحد العطاء بدون مقابل لوجه الله كانوا مخريصين لوجه الله وللوطنية ديالهم وحبهم للوطن والحب ديالهم للوطن قداوة 3-40 سنة تتقاعد بـ 2500 درم لذلك يمكن أن يصبق لذلك يمكن أن يصبق لذلك كانت لديه الأولوية والأصباقية في الترتيب الأولوية وشهد الفئة وشهد الفئة اللي اعطيت الصندجيني اللي تعدم الجودة الصندجيني نريعكم حتى الزเف sortie والرسمون للجودة الوطن من الأول السنة والنريق Degas التي حققوها رخيلوا دليلين عن ذلك في آخر المطر ترمو بهم بأمراض معتلة تلو بالأمراض أمراض مزمينة ومستعصية تعطيه 2500 درام قاعدة بالتاسع و لا بالتام و لا نسكته لن أسكت عن هذا الظلم أبدا حفينا عينينا و حفينا و ادنينا تصمكنا و مدرنا و اي حاجة الدار ماشي مشكلة ماشي مشكلة بالنسبة لي في حق هاد الخوت و هاد الخوتات اللي تعسفوا عليهم لا يهمني شيء لا يهمني شيء و لن يوقفني شيء من غد عندما لمس شي حاجة ديت الغدر لا يكشل الدار قبل لن يتكرر فالمرجو و أرجو أرجو من الإخوان الإخوان الذين يعني يمتلون الشغيل التعليمي متقاعدين و مزاولين المؤتمرين عن الحقوقهم المشاركين في الليجان يعني الموضوعات والتقنية مستقبلا باش تكون من الأولويات دينه هي الإنصاف دين الفئة المستهدفة للفئة الجد متضررة للفئة اللي عندها الأولوية و الأسبقية يستطيع لدوسي أبريغيتان هذه الناس كبروا فلاش هذه الأمراض اللي التلوا بها الآن أمراض مهانية جيتهم من هذه المهنة من العمل المبني اللي كانت يخدموا به بشرف وكانت يخدموا به حس وطني عالي يجيبوا المصالح مع أولئ الشيوخ ترقيتهم بدون قيد أو شرط ورد الاعتبار إليهم وجبر الضرر للجميع كما أتوجه رأسا إلى السيد شكيب بن موسى الوزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن يكون رياديا ويعطي واحد شوية من الوقت دياله ويشرف بنفسه على تحديد الأولويات الملفات ذات الأولوية التي ستكون لها الأسبقية في المعالجة ويكون ملف شيوخ الطربية والتعليم اللي خلال سيد الوزير أمزازي فوق المكتب دياله وبالاعتراف الصريح دياله والرسمي في لجنة التعليم أمامه في قبة البرلمان أو أثناء الإجابة عن الأسئلة الشفوية وأيضاً الأسئلة الكتابية في قبة البرلمان أن يكون يعني منصفاً وعادلاً وهذا الملف هو الأول يكون من الأولويات لأن هذه الناس لم يكن لديهم الانتظارية والذي عنده 78-80 سنة لم يكن لديهم الانتظارية وعنده ربقين صغارين قدروا انتظروا والسيد الوزير راقى لها قال لك هذه الملف في المعالجة المقبلة سيكون من الأولويات ونعرف بأن المصالح الإدارية تكون لها استمرارية وليس لها يعني لا ترتبط بي بالأشخاص في الملف موجود موضوع على المكتب سيد الوزير السابق سيد أمزازي المحترم الملف ديال من توضفوا بالسابع وبالثامن المعلمين يتوضفوا بالسابع وبالثامن القدماء المعلمين يتقاعدوا وتصعدوا من 2003 إلى 2011 إذن نرجوك من الله سبحانه وتعالى أن ينين الله بصيرتكم وأن تعودوا على غييكم عن غييكم وأن تنصفوا المستضعفين كتب اذا أعطوا قليلا around 12万 درم في الشهر لا يمكن أن يتسنا وانا المعلمين وقوة من الأول سبعين سنة ومراد وعندما يقدمون في المعاش يعني لا يقدمون 2 سنة بعد من صدifa الاستخدام لا تستطيع ان اعتدار وبالتدريج الآخر يبقى صدح الرئيس المحترم الشكيبي بن موسى الوزير أن ينكبه بنفسه ودخل غير السيستام على السيستام وخد من كل ملف خد منه واحد شرون تيان ودخل وشوف غد يتفاجئ بحجم الضرار وحجم التمييز الذي شابه ذلك خصوصين الملف ديال من يسمونه نفسهم ضحايا النظامين شوف شحال تترققه من مرة كان يترققه ربعت المرات وزيده الخامسة بقيا رادين وقال لك باقي معت شديده لي مرة اعذرنا كيفاش أن أي واحد حينت الوضعية الإدارية دياله استافد من مادة 115 يشد الصف دخل وشوف شقول اللي ما عمروا استافد له من المادة 112 ولم المادة 115 هذكم اللي عندهم الاسباقية وشوف كل واحد شحال ترقق من مرة اللي ترقق مرة واحدة عنده اسباقية على الاخرين اللي ترقق مرتين عنده اسباقية على اللي بعدو وغادية بحلوك بالتسلسل ودخل شوف تاني ترقي من سلم الى سلم كل واحد شحال دوز فيه كان اللي يدوز 14 15 16 سنة 17 سنة ليه تيترقق من سلم يجي سلم ماشي اللي تيدوز كل ستة سنين تيدوز من سلم الى سلم ودخل شوف شكل اللي كانوا مستوفين الشروط نظامية ومقيدين بجدوية الترقي واللوائح الاسمية يلترقي بالاختيار صادرة لمدة اكثر من ثلاث سنوات ويتقاعدوا للسلم التاسع بحجة السيولة المالية وتبقوا فيهم الكوطة شوف هذو اللي يدازوا هذو المتقاعدين يتحدفوا من الاسلاك وما كانوش مستوفين الشروط وما كانوش مقيدين في جداوي الترقي وما كانش الاسماء ديالهم واردة لا في جداوي الترقي ولهم يحزنون عندهم أسل تات سنين باقي ما مستوفينش حتى الشرط نظامي باش تشجلوا باش يتقيدوا في جداوي الترقي يعني تم حدفهم من الاسلاك ومقات عندهم طرابط وظيفة مع الوزارة ولم يستوفوا شروط الشرط النظامي لتمنحهم الحق في التقييد باش يولي عندهم الحق في الترقي وفي آخر المطاف هدو هم اللي يجاو وعطوهم يوم قبل باش تولي عندهم رابطة وظيفية مع الوزارة وباش يحينوا الوضعية ديالهم بمنحهم سنوات اعتبارية وباش يرقوهم بعد ما وصلهم لعشر سنوات اللي تتمنح ليوم الحق في التقييد في جداوي الترقي وما تيطبقوش في يوم الكوطة وتدوزوهم للمرة الخامسة او الرابعة الى السلم الحاضي عشر وتيقصوا اللي من كان مزاويل كان مستوي الشروط النظامية لخولت لي التقييد في جداوي الترقي وتنشرت لوائح للترقي من السلم التاسع الى السلم العاشر قبل إحالتها التقاعد بأكثر من ثلاث سنوات ويطبقوا فيها الكوطة وما يدخلوش فيها المرسوم ويقصوه وتشوش ويقصوه 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 في الوقت اللي غبروا عليه ويقصوه أو يقصوه ويقصوه يتخرجوا بالتاسع ليس يتوظفوا بالسابع و بالتامن ليس لديهم علاقة بذلك لذلك المرسوم يرجوه ستاة 154 حتى يكونوا فيه أصلا بستات السنوات مستافدين من هذه المادة 115 والناس اللي جاءت من أجلهم من 2003 يقولوا واحد مستافد منها كل واحد كل المتقاعين من 2013 لم يستافدوش من هذه المادة 115 و بالتنسبة لهم و قالوا هم اللي يبقى من الزنزانة التاسعة الزنزانة التاسعة حتى يتفاجأ في آخر المطاف من توصل من المنظومية لأن هناك باقيين الناس اللي متقاعدين بالتاسع باقيين الناس اللي متقاعدين أساتذة اللي متقاعدين بالتامن قالوا بالتامن لذلك المنظرون زينت و ريشين هش غا تقول له هذو كل اللي تقاعدوا بالتاسع و بالتامن و بالعاشر هش غا تقول لما عندي ما نعطيكم و بحيق شوية سي أتمنى من سيد شاكيب الموسى أن يتصروا هذا الفيديو و يصيروا المضمون دياله و جميع الفيديوات السابقة و نريد أن نعود أن نشرحوا عليه بالتفصيل المميل و أن الأولوياء في ترتيب الملفات هذه الملفات ديال الشيخ التربية و التعليم ما تبقى من الضحايا الضحايا الأصليين لهم من توضعوا بالتامن من 2003 إلى 2011 و أيضاً 2000 وجوجه 2000 و في الأصل كل من تقاعد و كان تضرر من نظام الأسلال 2085 يجب أن ينصف بدون قيد أو شرط و بدون استثناء و بدون ترك ولو ضحية واحدة ثم من يتبغي تترقق ما الذي كان عنده الأسباقية؟ ما الذي كان عنده الأسباقية؟ ما الذي تقاعد بالتامن؟ ما الذي كان عنده الأسباقية؟ 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 خارجي مترقيين ووقفوهم الترقية ديالهم بالكوضة المشي اللي يالله ديجوه في الفين وعشرة قاعد في الفين وستعاش ولا ديز الانز ما عندوش قعل الحق ما عندوش من التشرة بيطوادي فيه ما عندوش عالق مع ما عندوش عندو ما عندوش من التاريخ المرجع دي الواحد واحدين مستعاش ومدخلينهم ومدوزون بأطار الرجعي لا إلهي الله مبغينا نهضروا مبغينا نهضروا خلي الأمور نتفائلوا فيها خيرا وقلنا احنا ربما نقولوا عف الله ما سلف إذا تم إنصافنا وإلا فانتظروا الساعة والساعة آتية لا ريب فيها بسيطة وقلوا عليكم واسي بنموسق وفيق 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 مزيان وفيق مزيان وفيق مزيان وفيق مزيان لفرانك وهذه كل متى يكونوا في التبتية النقابية نطلب من الله بش هاد المرة يعني يصحب ضامير ديالهم ونصفوا شيوخ ومر عارفين المضرورين عارفين الفئات المضرورة عارفين الفئات اللي باقى مضرورة وصبقوا الناس اللي عندهم هشاشة في المعاشات وصبقوا الناس اللي عندهم تقاعدوا بسلال دنيا هم اللولين لكن انتم دائما تتوقفوا قدام قلتي تتوقفوا مع المستضعفين والمغبونين الى اخرين وانتم دائما الحقوق بالعدالة وانتم نموذج رجل التعليم نموذج للعدل وإحقاق الحق فما تظلموا بعضياتنا من الضلم فيه نحن رأى مهما كان مهما اختلفت معكم وانتم دائما رجل التعليم نموذج كل الاحترام وانتم دافعنا من الحقيقة وتنبين حجم الضرر خاصة بنادى مرة تمشي معلودة الدرار انتم بغن ندروا ترتيب الاولويات وانتم بغن ندروا تقللات الملفات التي تضروا في اعلان في 2003 وانتم كنتم من الاحداث الى العصار انتم نضال تضامني وانتم اقلون نضال تضامني وهذا المتقعية هم ستقلل في الخزينة الخزينة ولا شيء وانت تقلل في طاقة أعود أعود برلمانيتي قلسها خمسة سنين أقل قدام عائل كيشة شراء ما زافي شد ثلاثة المنوات ما حالته تبقى عليه واحد يضرب 42 سنة تبقى عليه خمسين آلف من خيرة الأسد المعمرض تجود بهم هذه المدرسة العمومية نهائيا لأي مدرسة تلوه بالمرض تلوه بألفين وخمسمية الدرام ويبدأ في خمسين السنين ويجعل كل المتيازات ويجعل تقاعد ثلاثة المنوات ويجعل تزيادة ويجعل تحرك على المتيازات لن يمكن أن يصبق اعتبار المعلمة لأنه يتبقى أنه يحتاج ويجعل ناعنا ويجعل ناعنا ونحن تهلك المساكن ويجعلون أن يفترون ونتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى السيد المحترم السيد شكيب من موسى الوزير وإلى جميع الممتلين يكونوا في التمتلية النقابية وأن يقوموا بإنصاف شيوخهم ونتمنى فيهم كل خير ولنا آمل كبير بأن هذا الملف سيطوى خصوصا بتنزيله دائما كما قلت سابقا نظام أساسي جديد مدمج وصل الوقت بياله وخاص يتحين وخاص ينفض عليه الغبار من 2014 هو في الرفوف وخاص يكون نظام أساسي جديد مدمج وعادل ومنصف والمتقاعدين يكون لهم الأولوية ونتمنى وكل الخير وتحية نظالية للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات هذا البلد الآن من طنجة إلى القراء ونشوفكم بخير وإن شاء الله ستفرج